اهلا بكم عزيزي المتابعين معكم الدكتور تامير النهاردة هنتكلم عن الكوليرا هذا المرض اللعين اللي عمل اوبئة كتير في العالم قبل كده وسبب ملايين الوفيات في العالم وما زال حتى اليوم بيعمل اوبئة في مناطق كتير في العالم ومتوطن في اماكن كتير في العالم وكان ضرب مصر قبل كده زمان وسبب الالاف من الوفيات هنتكلم عن الاعراض بتاعته وازاي بنشخصه وازاي بنعالجه حلقتنا مخصصة اكتر للاطباء والطاقم الطبي وما تنساش في البداية اعملي لايك للفيديو الكوليرا ده مرض بيعمل اسهال شديد جدا في بعض الحالات لدرجة ان المريض ممكن يحصل له جفاف شديد جدا ويحصل له هايبوفوليمك شوك يحصل له صدمة بسبب نقص السوائل وممكن يحصل له فشل كلوي وممكن يحصل الموت في ساعات معدودة اذا لم يعالج هذا المريض والسبب في المرض ده بكتيريا اسمها فيبريو كوليرا وعلى فكرة البكتيريا دي في منها انواع كتير جدا لكن نوعين اتنين هما اللي بيعملوا هزا الوباء وهزا المرض الشديد اعرفهم كده من اسمهم زير واحد وزير ومية تسعة وتلاتين والاكتر زير واحد لكن باقي الانواع ممكن تعمل نزلات معاوية بسيطة ما تدرش في حاجة والبكتيريا دي او الكوليرا دي بتنتشر عن طريق يعني من البراز الى الفم عشان كده اكتر حاجة بتنشر هزيه الكوليرا هي المياه الملوسة ببراز شخص مصاب مناطق ما فيهاش مياه نظيفة مياه غير معالجة بشكل كويس او مياه الشرب اختلطت بمياه الصرف الصحي او حتى مفيش مصدر نظيف للمياه النظيفة للناس تشربها كمان الاطعمة الملوسة ببراز شخص مصاب ممكن تنقل المرض ده يبقى اكتر حاجة بتنقل الكوليرا هي المياه الملوسة ببراز شخص مصاب فترة الحضانة بتاعت الكوليرا دي بتكون من اتناشر ساعة الى حوالي خمس ايان يعني لما البكتيريا دي تدخل جسم الانسان ممكن تسبب اعراض بعدها من اتناشر ساعة لحد خمس ايان وعايز اقولك ان مش كل اللي بيتصاب الكوليرا لازم تبقى حالته جديدة ومميتة لا بالعكس ده في حالات كتير بتكون اسمتوماتيك يعني بدون اي اعراض يبقى واحد جاله كوليرا وبدأ يخرج البكتيريا والكوليرا دي في البراز بتاعه هو اصبح مصاب لكن بدون اي اعراض اطلاقا وفي حالات كتير بتكون اعراضها بسيطة شوية اسهال بسيط شوية قيء بسيط لكن حالته العامة كويسة جدا ويخفف ايام بسيطة وبرده يخرج البكتيريا او الكوليرا بتاعته دي في البراز بتاعه ويتسبب في انتشار العدوى وفي الحالتين الشخص بيخرج البكتيريا دي في البراز بتاعه تقريبا لمدة اسبوعين بعد كده خلاص مفيش كورونيك كارير يعني تقول ليه لما في حالات كتير بدون اعراض وحالات كتير اعراضها بسيطة ليه الخطر ده كله وليه نسبة الوفيات دي كلها اقولك عشان سرعة الانتشار الكوليرا بتنتشر بشكل رهيب فكمية الحالات اللي هي بدون اعراض بتكون كتير جدا وكمية الحالات اللي اعراضها بسيطة بتكون كتير جدا وكمية الحالات اللي اعراضها جديدة بتكون كتير جدا وانت في المستشفى هيجي لك غالبا اللي حالتهم شديدة عشان كده تقريبا هتشوف كل المرضى اللي جايين لك جايين بحالات شديدة فهو ده السبب في زيادة الحالات الشديدة وفي نسب الوفيات الانتشار السريع جدا فالنوع الثالث من المرضى اللي ممكن يجيلك هو اللي ممكن يجيلك بحالة جديدة المريض بيحصل معاه اسهال شديد جدا بشكل مفاجئ وغالبا بدون قلم والاسهال ده بيبقى زي المية ولونه ابيض عشان كده حتى بيقوله زي مية الرز المية اللي مخسول فيها او اللي منقوع فيها الرز مفيش فيها براز اصلا لان البكتيريا دي لما بتلزق في جدار الامعاء بتفرز سم هذا السم يجعل هذه الامعاء تفرز السوائل داخل الامعاء تاخد السوائل من الدم واتدخلها جوه الامعاء فما فيش براز اصلا كمية اسهال شبه المية لونها ابيض بكميات رهيبة بعض المرضى ممكن يبقى معهم شوية قيء المريض بيرجع ممكن شوية ارتفاع درجة حرارة لكن الاساسي هو الاسهال الشديد جدا في الحالات الشديدة هذا الاسهال في ساعات معدودة يعمل هايبوفوليميا كمية السوائل في جسم الانسان وفي الاوعيات دموية قيل جدا ممكن بعض الحالات لو الموضوع استمر شوية يعمل أكيوترين الفاليار فشل في وظائف الكلا بعض المرضى ممكن يبقى عندهم هايبوجليسيميا السكر ينخفض خصوصا في الاطفال بعض المرضى ممكن يبقى معهم هايبوكاليميا البوتاسيوم يقل جدا عمال ينزل في الاسهال كمان ممكن يحصل متابوليك اسيدوزيس حامضية في الدم كل ده بسبب الاسهال الشديد جدا في الحالات الشديدة زي ما قلنا فالمريض بتاعك لما تيجي تبص عليه وتشوفي العلامات اللي عليه فطبعا هتختلف العلامات على حسب شدة الاسهال اللي عنده ممكن يبقى عطشون بس زيادة العطش واحد تاني ممكن تلاقي ضغطه منخفض ممكن تلاقي ويك بالس النبض بتاعه بقى ضعيف وسريع طبعا تاكي كارديا وبينهج تاكبنيا ممكن تلاقي اللوصف سكين تيرجر تيجي تمسك الجلد بتاعه كده وتسيبه وما بينزلش بسرعة الفم بتاعه جاف واللسان جاف حتى عينيه جافة مفيش دموع نشفة وسنكين ايز عينيه دخلت لجوه من كتر الجفاف كمان المريض ممكن يبقى الوعي بتاعه مضطرب فيه مشكلة ممكن يبقى دراوسي ممكن يحصل له كل لابس ممكن يدخل في كومة وممكن تحصل الوفاة طبعا ودلوقتي تعال اقولك على الفحوصات اللي بنعملها في حالات الكولرة بص يا صديق العزيز الفحص الاساسي اللي بنعمله هو مزرعة البراز ستول كالشر ونعمله كمان سيرو تايبينج أو بايو تايبينج عشان نعرف النوع بالزبط اللي موجود المهم ان هي مزرعة البراز بتقول لنا ان البكتيريا الموجودة دي كولرة وكمان بنعمل لها حساسية عشان نشوف المضاد الحقيقي المناسب لها في العلاج كمان طبعا البي سي ار مهم ومفيد جدا لو موجود كمان فيه متاح دلوقتي رابط ديبستيك تاستنج شرائط كده بنحطها ونعرف اذا كان فيه كولرة ولا لا لكن ليست دقيقة جدا يعني لا نعتمد عليها في التشخيص والتأكيد مية في المية لو لقناها ايجابية فلازم نعمل مزرعة للتأكد تقولي طب فايدتها ايه اقولك في المناطق الموبوقة مش لازم نعمل مزرعة لكل المرضى فده بيبقى سريع بيرشدنا عايز اقولك ان في المنطقة الموبوقة ممكن منعملش للمريض فحوصات اصلا المريض جايلك بصورة مثالية المريض في منطقة موبوقة عارفنا ان المنطقة دي منتشر فيها الكولرة وبعدين جايلك باسهال شديد جدا وبدون قلم وزي مية الرز انت مش محتاج اصلا تعمل فحوصات فالديبستيك داي فيدك يقولك خلاص ايجابي هو كولرة انا عايز اقولك من غير تحاليل هو كولرة اصلا طالما المنطقة موبوقة في تحاليل تانية انت ممكن تعملها عشان تقيم حالة المريض زي طبعا اي بي جي غازات في الدم الشرياني تشوف المريض بتاعك عنده حامضية في الدم اسيدوزوز ولا لا والبيكارب اخباره ايه كمان تعمل له وظائف كلا كرياتينين ويوريا او بي يو ان عشان تشوف وظائف الكلا حصف فيها مشكلة ولا لا كمان طبعا المعادن او الالكترولايتس في الدم البوتاسيوم ممكن ينخفض السوديوم ممكن ينخفض لكن بشكل بسيط الكالسيوم والماغنيسيوم ممكن يرتفعوا بسبب الهيمو كونسنتريشن او لزوجة الدم او تركيز الدم زيادة والفوسفرس ممكن تلاقيه عالي وطبعا ما ننساش نقيس السكر في الدم جلوكوز ليفل زي ما قلنا في بعض المرضى زي الاطفال ممكن يحصل هايبو جليسميا وتبقى مشكلة مميتة هي كمان ودلوقتي تعالى نتكلم عن ازاي بنعالج حالات الكولرة العلاج يا صديق العزيز عبارة عن نقطتين اثنين ان انت هتديل المريض بتاعك محليل سواء واردية او عن طريق الفن وان انت هتديله مضادات حيوية وطبعا ده هيكون على حسب شدة الحالة اللي قدامك وخلينا في العلاج هنا هنبدأ بالحالات الشديدة اللي تهمك اكتر واللي هي مهددة للحياة ولازم نتعامل معها بسرعة جدا عشان نحمي المريض من الهايبوفوليميك شوك وعشان نحميه من الفشل الكلوي زي ما قلنا ونحافظ عليه اللي جالك بسيفير دي هيدريشان يتحجز عناية مركزة طبعا المريض ضغط واطي الأخشية المخاطية جفة جدا العين دربات قلبه سريعة عمال ينهج الراجل عنده أوليجوريا ما بيجيبش بول كتير او أنيوريا في بعض الحالات ما بقاش يجيب بول خالص الوعي بتاعه بدأ يبقى في مشكلة الراجل دراوسي الراجل كونفيوز الراجل في كومة كل الحاجات دي تقولك ان الحالة شديدة والمريض ده لازم يتحجز عناية مركزة او كمان لو لقيت في الفحوصات بتاعته هايبوكاليميا انخفاض في البوتاسيوم شديد او أسيدوزيوم شديد كل دي حالات تقولك ان الحالة شديدة وان المريض ده يتحجز عناية مركزة والعلاج بتاعه بالنسبة للمحاليل لازم تبدأ معها محاليل وريدية فورا بتديله محلول رينجر رينجر لاكتيت ده الأفضل لو مش متاح ممكن ندي محلول ملح لكن الأفضل في الحالات دي رينجر لاكتيت لان بيبقى جواب بوتاسيوم عشان هايبوكاليميا والبيكربونير عشان الأسيدوزيس فالرينجر هو الأساس فتبدأ فورا تديله محلول رينجر ميت ميليليتر لكل كيلو على مدار ثلاث ساعات يعني المريض لو وزنه سبعين كيلو وتدرب سبعين في مية يبقى الراجل ده يحتاج سبع لتر في أول ثلاث ساعات بنتديله التلتين الجرعة بسرعة في أول نص ساعة يعني نديله تقريباني اثنين لتر بسرعة في خلاله نص ساعة وبعد كده الباقي على مدار ساعتين ونص يبقى في أول ثلاث ساعات هنديله سبع لتر ميت ميليليتر لكل كيلو الجرعة دي عشان نعالج السيفير دي هيدريشن اللي عنده ونخليه فيه نورمال هيدريشن ستيت وفي الوقت ده المريض لو يقدر يشرب يعني لو كلة سواعي ويقدر يشرب ممكن نديله كمان محلول جفاف عن طريق الفم محلول الجفاف المعد في الحالات دي بنحط الكيس على لتر مية نقية طبعا ونديله بمعادل خمسة ميليليتر لكل كيلو في الساعة يعني المريض بتاعنا اللي وزنه سبعين كيلو ياخد تلتمية وخمسين ميلي بس عن طريق الفم يشربهم في الساعة لو يقدر طبعا لكن الأساس في الحالات الشديدة هي طبعا اللي عن طريق الوريد كمان المريض بتاعنا لو معها سيفير هايبوكاليميا ممكن نزود بوتاسيوم على المحليل اللي بياخدها على الرينجر ممكن تحطوله أمبول بوتاسيوم على الرينجر اللي هو بياخده زي ما قلنا المحليل الوريدية بالمشيعة على مدار ثلاث ساعات بعد الثلاث ساعات بتقيم حالة المريض بتاعك في الغالب بيكون وصل للنورمال هيدريشانستيت يعني حالته باقت طبعية غالبا هتلاقي الضغط بتاعه تزبط بعد ما كان في هايبوتينشن بتلاقي النبض رجع وبقى قوي بتلاقي الميوكاس ميمبرينز بدأت ما تبقاش جافة أموره استكرت الوعي بتاعه استكره حالته باقت مستقرة لازم بعد ثلاث ساعات تقيم الحالة لانك لو بعد ثلاث ساعات لقيته في نفس حالته هنكرر الجرعة مرة تانية لكن زي بيقولك في معظم الحالات بيكون وصل للنورمال هيدريشانستيت طيب بعد ما وصل لهذه الحالة وبقى نورمال هيدريشانستيت هلنسيبه على كده ومش هنديله محليل تاني أقولك لا طبعا لازم نمشي على منتنانسي فليوينز لازم نديله محليل لانه ما زال عنده اسهال لازم نعوض اللي بينزل في الحالة دي المريض اللي قدر يشرب نديله عن طريق الفم محليل جفاف عن طريق الفم حالته استقرد خلاص وفي الحالة دي بنشوف الكمية اللي هو بينزلها الاسهال اللي هو بينزله كميته قد ايه في بعض المرضى في المناطق الموجوقة بيستخدموا حاجة اسمها كل ركوت يجمعوا الاسهال فيها ونشوفه ننزل قد ايه وعلى اساسه ندي يعني كل من ساعتين لاربع ساعات نشوفه ننزل قد ايه اسهال وننفرد ننزل اربعة لتر يبقى هنديله اربعة لتر عن طريق الفم فالمنتنس بنعوض ما يتم فقده في الحالات الشديدة بيبقى المنتنس كتير شوية في اول يوم او ممكن لو مش عارفين نجمع بشكل كويس نديره من متين وخمسين لخمسمائة سنتي لكل مرة اسهال المريض عامل اسهال يبقى كده هنزود له من متين وخمسين لخمسمائة سنتي عن طريق الفم زي ما قولنا عن طريق الفم ده بيتعمل ازاي بيبقى اكياس جاهزة الكيس بيتحط على لتر ماء نقي لو مش متاح عندك الاكياس الجاهزة دي فاحنا ممكن نعمل حاجة مشابهة ان احنا نجيب لتر ماء نقي ونحط عليه نص معلقة ملح وست معالق سكر كده يبقى احنا عملنا تقريبا محلول جفاف وممكن نهر سموز او عصير بورتقال ونديل المريض بتاعنا عشان يعوض البوتاسيو ده ازا لم يوجد الاكياس الجاهزة زي ما قولنا يبقى النقطة التانية في المحاليل لهذا المريض ان احنا نديله مينتننس اللي يفقده نعوضه او نديله كل مرة اسهال من مئتين وخمسين لخمسمائة سنتي عن طريق الفم طبعا اذا المريض بتاعنا مش قادر يشرب يعني فيه انوروكزيا مفيش قابلية للشرب في الحالة دي هنديله عن طريق الوريد رينجر برضو محلول رينجر وطبعا لو بتدي محاليل وريدية كتير خلي بالك عشان ما يحصلش بس ده نادر انه يحصل مع الرينجر بس برضو اسمع صدر المريض لا يدخل في بلموناري قديمة ولا حاجة ودي كانت طريقة اعطاء المحاليل في الحالات الشديدة طيب لو المريض جاي لك لكن معاه يعني حالة بسيطة شوية الجفاف بسيط مجرد ان عطشان بس شوية لكن الوعي بتاعه كويس اموره كلها كويسة ضغطه كويس مفيش شك مفيش حاجة تانية فالمريض ده بيتحجز عندك في الاسم عادي اسم البطنة او الحميات او الامراض المتبطنة مثلا وهنبدأ نعوضه بالمحاليل برضو لكن عن طريق الفم محاليل الجفاف عن طريق الفم في اول اربع ساعات يعني المريض اللي وزنه سبعين كيلو بيحتاج تقريبا خمسة لتر يبقى هيحتاج خمسة لتر محاليل جفاف عن طريق الفم طبعا ازا كان يقدر يشرب لو مش هيقدر يشرب يبقى نديله محاليل وردية برضو نديله رينجر بس نديله خمسين ملي لكل كيلو على مدار اربع ساعات يعني المريض اللي وزنه سبعين كيلو ده نديله تلاتة لتر مثلا او تلاتة ونص على مدار اربع ساعات شوية الجفاف البسيط دي اختفت ونمشي بعد كده على المانتلنس برضو لانه مازال عنده اسهال فلازم نعوض اللي ينزل نديره مكانه فزي ما قلنا ازا كنا نقدر نجمع الاسهال ده نشوف كميته قد ايه فنديره زي اللي نزل بالزبط ما نقدرش يبقى برضو كل مرة اسهال نديره مكانها متين وخمسين لخمسمية سنتي محلول جفاف عن طريق الفم الحالة التالتة لو المريض ما معهوش اي علامات للجفاف هو عنده شوية اسهال ايوة لكن مفيش اي حاجة خالص ضغطه كويس نبضه كويس الميوكاس ميبرنس كويسة الوعي كويس الشهية كويس اموره كلها بخير فالمريض ده مش بيتحجز طبعا هيروح البيت لكن ننبه عليه لو حصل حاجة من اللي احنا قلنا عليه هيرجع المستشفى طبعا فورا وبنديله برضو في البيت محلول جفاف عن طريق الفم فزي ما قلنا ازا كنا نقدر نجمع الاسهال ده نشوف كميته قد ايه فنديله زي اللي نزل بالزبط ما نقدرش يبقى برضو كل مرة اسهال نديله مكانها متين وخمسين لخمسم محلول جفاف عن طريق الفم وكده يبقى قلنا طريقة اعطاء المحليل في الثلاث حالات الشديدة جدا لو فيه جفاف شديد والحالة التانية لو فيه جفاف بسيط حاجة بسيطة خالص والحالة التالتة لو ما فيش اي علامات للجفاف طبعا لو فيها ايبو جليسيميا نعلق لمريض جولوكوس لما المريض الشهية بتاعته ترجع فنقدر ندي الطعام الصلب عادي جدا ما فيش مشكلة النقطة التانية في العلاج هي المضادات الحيوية وعايز اقول لك ان الاساس في العلاج هي المحليل اللي اتكلمنا عنها ق قبل كده سواء وريدية او عن طريق الفم ده الاساسي في العلاج واللي لازم تلحق المريض به بسرعة بعد كده يجي دور المضادات الحيوية انه يقلل حدة الاسهال ويخلي الاسهال يقف خلال 48 ساعة المضادات الحيوية بتكون في كل منطقة على حسب المزرعة اللي اتعملت والحساسية اللي طلعت طبعا بيبقى فيه توجه حكومي في المناطق دي بياخدوا عينات ويعملوا لها مزرعة وحساسية وبيشوفوا انه مضادة حية ومناسب للحالات اللي عندهم دي لكن من اشهر المضادات الح الحيوية المستخدمة حاجة زي الدوكسي سايكليم مثلا وبندي في الكبار 300 ملي جرام جرعة واحدة مرة واحدة بس او سيبروفلوكساسين ممكن ندي برضو واحد جرام مرة واحدة بس او حتى ترايميثوبريم سالفاميثوكزازول برضو جرعة واحدة اللي هي 160 على 800 او حتى أزيتروميسين واحد جرعة واحدة وده ممكن نستخدمه في الحوامل شوية يعني فالمضاد الحيوي في الكوليرا بندي هي جرعة واحدة فقط اي نعم فيه ريجمين او برتكول تاني يقولك نديه على كزا يوم لكن هما لق ان الاتنين نفس التأثير تقريبا فهي جرعة واحدة وخلاص وفي الغالب بيكون الاختيار الامثل هو لكن زي ما قلت لك برضو نتيجة المزرعة والحساسية بتحدد كتير بالنسبة للقاحات فيه لقاحات حاليا موجودة ضد الكوليرا فيه مثلا لقاح اسمه دوكورال بس ده عشان يتاخد لازم يتاخد معاه مية وبفر وده بيحمي ضد النوع اللي هو زيروان بس هو الاكسر انتشارا لكن بيحمي ضده فقط فيه لقاحين كمان واحد اسمه شانكول واحد اسمه قيدفوكول وده بيتاخد عن طريق الفم على طول بناخد سنتي ونص وندي في الفم على طول بدون مية بدون بفر بدون اي حاجة تانية والنوعين دول بيدو حماية ضد زيروان وزيرو مية تسعة وتلاتين زي ما قلنا فيعتبر افضل شوية فهي لقاحات عن طريق الفم بتدي مناعة او حماية تقريبا من ستين لخمسة وتمانين في المية بنتدي للشخص جرعتين جرعة الاولى بعدها باسبوع الى ستة اسابيع ندي جرعة تانية وفي الغالب اللقاحات دي بتدي له مناعة لمدة سنتين في لقاح تاني موجود في امريكا ومصرح بيه في امريكا وبعض الدول اللي اسمه CVD 103HGR وده بيحمي ضد النوع اللي هو زيروان بس وبيدي مناعة تقريبا من ثلاثة لستة شهور فهما بيدو للناس اللي هتسافر فترة قصيرة لمنطقة موجودة بالكوليرا بالنسبة للوقاية من الكوليرا غير اللقاحات فطبعا هو التخلص الامن من الصرف الصحي او من نفايات الانسان المية تكون نضيفة طبعا ومعالجة بشكل كويس ومفحوصة لو الكلام ده مش متاح والدنيا صعبة شوية فلازم نشرب مية معدنية لو مش متاح المية المعدنية يبقى لازم نغل المية لمدة عشر دقايق وانسبها تبرد قبل استخدامها وطبعا لازم تكون الاطعمة مطبوخة بشكل كويس جدا عايز اقولك ان في بعض الظروف لو المريض مطلوب ان ياخد محاليل وردية كتير وللأسف المحاليل دي مش موجودة بسبب فكر الدول او الازمة او حاجة زي كده فطبعا هنديله محاليل جفاف عن طريق الفن ولو هو مش قادر يشرب في الحالة دي نركب له نيزو جاستريك تيوب انبوبة معيدية ونديله فيها المحاليل الجفاف اللي كنا هنديها دي عن طريق هذه الانبوبة وبكده يبقى خلصنا حلقتنا النهاردة هصيب لك المصادر في الوصف اسفل الفيديو وفي النهاية احب اشكركم ما تنساش اشترك في القناة واعمل لايك وشير شكرا لحضراتكم